اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مطبخ الحياة احنا مستمرين معاكم ان احنا نقدم وصفات حلوة وسهلة وتنفع تقدميها في العزيم حاجة تبقى تشرفك قدام الناس المعزومين عنك النهاردة انا هعمل صنف رز حلو قوي وزي جوكر بيبقى في العزومة اي حد بيحبه هو رز اسمه رز البخاري هي اكلة خليجية بس حلوة قوي ومشهورة في العالم كله هنستعمل ايه هنستعمل حوالي كيلو بصل شريح حاطعه شريح وهستعمل 3-4 كيلو جزر وهستعمل كوبايتين رز بسمتي دهبي ماينفعش الابيض معلقة صلصة 3 تماطميات مفرومين وهستعمل 3 او 4 يعني حسب حجم التماطمية معلقة حبهان ومعلقة كبيرة بوهارات مشكلة وملح وفلفل وطبعا زيت عشان حمر بيئي البصل هستعمل صدور فراخ حوالي كيلو من كيلو لكيلو ونص وهاجي اعمل ايه خدي بالك ان طعم الرز ده بيجي من البوهارات بتاعته وتشويحة الجزر دي اكلة تقليدية بس انا عاملها برضو بطريقة بتاعتي انا مش بالطريقة التقليدية العادية بتاعت السعوديين البصل والجزر انتو شايفينه شايفينه هو قد ايه كميته كتيرة وهتشوفه لما حطه في الطاسة عندي حجمه كتير بفضل اقلبه لغاية لما يكش ويغمع خواليك وحيبقى شكله ازاي بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده انا قبل رمضان لو انا عندي مثلا ناس كتير او حامل منه كتير بعمل كمية وحمرها وحطها في الفريزر بحيث اطلعه ولو اتعامل البصل والجزر خلاص بقت سهلة بقيت حاجات الطريقة اهو مع زيت ما بتحطره شسامنا وافضل اقلب فيه اوضت النار بقى بعدها واقلب فيه وانا رايحة وجاية في المطبخ لغاية لما يبقى بالشكل ده حواريكو هيبقى شكله ازاي علشان نشتغل به تعال بقى معنا ياسر هنا ادي كمية البصل والجزر دي هيا دي شايفين احطها لكو في طبق عشان يبقى عبيد يشتب يبقى اكتر اوكي اه شايفين ده الشكل النهائي اللي حيبقى عليه حاجبها لك جنبها اهو شايفين البصل والجزر بقى ضدق بقى كمية صغيرة لا تذكر اهو بنفضل بنفضل نحرك فيه على النار هادية لغاية لما بيبقى عندي كده اهو لونه بقى ايوها حلو قوي كده اهو خلص يبقى ده بنقعد نقلبه لغاية لما بيبقى كده حاجي عامل ايو بقى اهو هنه هرجعه هنا في الحلة سي دي طبعا الحلة اللي انا حمرت فيها البصل والجزر انا بس كنت عايزة اواريكم شكله لانه هو ده اللي حيدي طعم مختلف للرز خلص دي حشيلها هنشتغل على الجاهز باجي هحط طماطم بسم الله الرحمن الرحل على البصل والجزر طبعا وهحط السلسة هحط بقى مية سخنة مية مغلية هحط حبهان مش كله وهقولك ليه بعد كده وهحط البغارات برضو مش كلها سيب شوية المية سخنة وهي لما تغلي هنزل بقى عليه بصدور الفراخ عشان تستوي مع كل الخلطة دي هحط صدور الفراخ مع البصل والجزر والطماطم والسلسة والبغارات اللي انا حطتها تستوي فيه خلاص وهحط وحملحه طبعا هحط ملح وفلفل ليه انا شلت من الحبهان والبغارات علشان بعد ما الفراخ تستوي هنشلها وحنزل الرز مكانها لازم احط شوية حبهان تانيين فراش عشان حبهان من كتر الغلي ساعت ريحته بتروح فانا عايزة اغلي غلي الفراخ ليه سوي الفراخ مش هياخد كتير هيغلي شوية صباح الخير يا احمد صباح النوم اه عناية لحضرتك اه زكس انت كل صون طيب وانت طيب كل صون طيب وحضرتك طيب وبخير عناية ليك خططع يا احمد تحاول تكلمنا تاني بغطيه واسيبه يغلي شوية غات ما الفراخ تخلص حاجي بقى انا دلوقتي استعمل الكابة احنا معنا النهاردة الكابة بتاع التاتش هنعمل فيها الدجوز بتاعنا او الدجوز الكابة عجبني فيها قوي قوي ان هي شايفين انا عايزة اهم يشوفوا السكينة بتاعتها تلت دوار فدي حاجة رائعة علشان ما عودش اقل في الحاجة هي كده بتفرومي الحاجة من غير ما تهرسها من غير ما تعجنها يعني الملوخية كانها متخرطة بالمقرطة ما بتخليهاش معصورة ساعات منامن الخضرة في الكابة فتلاقيها تعصرت منك ونزلت مية ميزة بقى السككين دي ان هي تجرشها لك صح يعني ممكن اعمل فيها الفول اعمل فيها الطعامية والبصارة كفتة الرز هتبقى زي الفول معايا بعدين الشفشق بتاعها ضد الكسر فدي برضو ميزة تانية الواحد بيشيلهم الحاجة اللي بتكسر خلاص السكينة اللي ستانلس وحدة جدا الشفرات بتاعتها بجد حد جدا فتخليكي تشتغلي بسرعة وفي نفس الوقت ما بتصديش فيها بقى معايا كمان حاجة اكسترا لعشان التخفق البيض البيض والكريمة والسوايل وتعملي قشرة التوم يعني ممكن يعشرلك التوم السرعة فيه مزدوجة يعني ممكن اشتغل بيه كده وممكن اشتغل بيه جامد اوكي فده يعمل لي شغل حلو قوي في فارم اللحوم حاجة بقى تانية كمان ان تركيبه وفاكه سهل يعني هي مجرد بتحطيها كده خلاص وهنا هو فيه زي ايد كده بمسكها منها عشان اشيلها فدي برضو احطها تاني اهي اهي شايفين اليد دي دي ممتازة بقى ايه لو انت بتشتغلي ويدك بتزحلقها فيها زي فيها حاجة مش هتتزحلق منك هتشليها كده هو تسندها وتشليها وبردو دي ميزة انا شايفها ممتازة بسم الله الرحمن الرحمن المقى دي رحستعمل حزمتين كسبارة خضرة حزمة بقدونس بقدة الجوز او الدجوز او السلطة بتاعة الرز البخان هستعمل فيها بصلايا فلفل حراء ممكن سمراء او سمرتين فلفل حراء طماطم هستعمل حبيتين او تلاتة وحستعمل خل وملح وززتون وعصير لمون خلاص حاجة استعملهم هفرمهم في الكبه علشان يبقوا ريبين بيبقى شكلها قريب قوي كده من التبولة بس هي مش تبولة كده الجوز طيبة رمضان كريم الله وعكرا انا بصي كنت عازل تقالك على طريقة عجلتي القطايف من عناية الاتنين عملناها احنا حنزلك مقدرها حالا وحقولها لك من تاني عناية الاتنين العفو حبيبيت قلب القطايف عملناها احنا مبارح تقريبا حالا حنزلها لك على الشاشة بصوا اهي فرمتلي كل حاجة بصوا زي بالترتيب ازاي وفي نفس الوقت ما تعرسلتش بان انا حطة فيها طماطق بس كده هوا اديني فرمتها هجيب بقى انا مش عايزها نعمة قوي انا عايزها خشنة هجيب بولة واحطها فيها علشان اتبل اهي السكينة السكينة التلات دوار دي حقيقي اختراع بسم الله الرحمن الرحيم هحط بقى كل الخضار هحط له بقى عصير اللمون والزيت والملح والخل كله مرة واحدة بس في الاخر بعد اهو هحط خل وهحط ملح وزيت زتون اهو كله ده فرمناه بمفرمة تاتش بالكبة بتاعت تاتش وبقلبه وبسيبه بقى في التلاجة ساعة قبل الاكل ينزل الماء بتاعته يعني دي الدجوز ده حلو ان ايه احنا بنقوله دجوز بصراحة ينزل الماء بتاعته فالملح بقى مع اللمون والخل والحاجات دي كلها بتخليه ينزل الماء بتاعته وبعد كده بغرفه وبحطه في البولا وقدمه جنب الرز حاجة بقى ايه اكمل الرز بتاعي حنشل الفراخ حنشل الفراخ اللي انا سوتها في الخلطة دي وهعمل ايه حصت مكانها الرز حصت مكانها الرز بالخلطة كلها الموجودة الجذر بقى والطماطم وكله طبعا انت بتتأكد ان الفراخ استوت وبعد كده بتشيليها بتنشيلها علشان تثبطي بقى ملح تثبطي ملح الرز اللي هي الصوز دا اللي هتحط فيه الرز وتثبط اهو بيحت البهارات بقى مع الحبهان فضيعة جبارة الفراخ دي بقى انا بقطعها قطع كبيرة شوية وبحطها على الوش بتاع الرز اهو طلعتم كل ادي الفراخ اهي وحصبط الملح هحط الملح والفلفل السود وزي ما قلت اجي الفلفل السود وزي الملح وبقيت الحبهان اه اجي الفراخ اه بقيت الحبهان وبقيت البهارات حطتهم تاني اهو علشان الرز ياخد من الريحة بتاعته اهي بسم الله الرز بسماتي الابيض ماينفعش في الوصفة دي الرز الاصفر هو اللي ينفع فيها لان هو سميك ويستحمل الابيض بتكسر معايا فمش هيستحمل مع كل البصل والجزر والحاجات دي خلاص يا قليق قليق ايوه حبيبتي ازايك وانت طيبة يا جميلة عينيه ليك يا حبيبتي اولا كنت عايزة الحبيبتي قلع عندي عزومة يعني عندك ايه عزومة اوكي اقولك نتكلم لاتي حالا عن العزومة اه هطلع فاصل وارجعلك و هنتكلمك هقولك تعملي ايه الحاجة الاساسية و ايه الحاجات اللي جبها من عينيه الاثنين هطلع فاصل وارجعلكم بعد الفاصل تاني عشان نهدي على الرز يستوي استنونا